فالأهل فعلا خلاص طوى صفحة الاتحاد المنسيري وابتدى يستعد النهاردة من خلال تدريبات صباحية كما هو المعتاد في عهد كولر تدريبات مهمة وبعضها كان استشفاء للعناصر لشاركة مبارح وفي المقابل تدريبات بدنية قوية وفنية للعناصر اللي ما كانش ليها دور أو حتى اللي لعبوا لعدد دقايق وليلة ودي لقطات طبعا حضراتكم شايفينها دلوقتي من التدريبات الصباحية بالنسبة للفرقة وفي الأول طبعا كان فيه محاضرة من مارسل كولر أو عينزاي اجتماع كده مع اللعبين الحديث عن مباراة اللي فاتت وكمان الحديث على المرحلة الهمة المجبلة وبالتحديد مباراة الإسماعيلي وكيفية تخطي هذه العقبة وكيفية التحضير لها على كل المساويات ونهاردة كان فيه فقرات فنية وتكتكية في التأسيمة كمان نركز عليها بشكل كبير كولر بخلاف تدريبات حراس المرمى مع ميشيل يانوكون محمد الشناو علي لطفي ومصطفى شوبر هو كانت تدريبات مكسفة جدا في الحقيقة لكن خبر سعيد وهو سعيد للغاية كمان مش مجرد خبر وخلاص هو عودة بيرسي تاو للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل لأول مرة من فترة طويلة بعد ما تصاب في نهاية الموسم الماضي مع سوارش وعودة بيرسي تاو مش خبر ينفع يتعدى كده وخلاص لا أو يتقالوا مجرد الخبر لا ده لعيب تقيل قوي لعيب مهم جدا من أفضل اللاعبين في أفريقيا مش بنبالغ لعب إميكانيات فريدة لعيب مؤثر جدا في حالة جهازيته الفنية والبدنية لو في لقطات يا جماعة بيرسي تاو يريد تجيبوها في حالة جهازيته الفنية والبدنية حيفرق بشكل كبير قوي مع النادي الأهلي بإذن الله تعالى أنا عاجبني إصرار اللاعب نفسه على أنه هو يفرد أو أنه هو يثبت لجمهور الأهلي أنه لعيب كبير ويستحق التواجد في النادي الأهلي وفي نفس الوقت اهتمام الجهاز الفني باللاعب وده أمر مؤكد فإن شاء الله بإذن الله هل حيكون ليه دور في المطشات اللي جايه ده قرار كولر احنا كلنا بنحترم لكن في حالة تواجد بيرسي تاو في المطشات اللي جايين فأكيد ده يعني بداية لتجهيزه لمجرد السوبر المهمة جدا وده من نادي كبير ومحترم زي نادي الزمالك فبالتالي خبر عودة بيرسي تاو حاجة مهمة وإضافة قوية لقائمة الأهلي في المرحلة الهمة جدا المقبلة نتمنى له كل التوفيق ونتمنى للفرقة بشكل كامل إن شاء الله بإذن الله التوفيق في المرحلة الصعبة دي بالجهاز الفني وعندنا سكة كبيرة جدا فيكم يا رجالة ونستغل الانطلاقة المميزة في بداية الموسم من خلال مباراتات التحدي المنستيري سواء على صعيد الأداء أو حتى على صعيد النتيجة الفريق حيوصل لإستعداداته خلال اليومين اللي جايين عشان لعمل مطش يوم الأربع بإذن الله مع الإسماعي